والآن ننتقل إلى كلمة الفدرالي الأمريكي التي تابعناها إذن قبل قليل بعد حالة من التأهب عشتها أسواق المال العالمية انتهى قبل قليل خطاب رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بشأن التضخم في بلاده جيرون باول أشار إلى أن عملية خفض التضخم في الولايات المتحدة بدأت بالفعل في قطاع السلع لكن إنعكاسه على قطاعات أخرى سيتطلب بعض الوقت وبشأن الفائدة قال باول أن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى مزيد من رفع الفائدة للسيطرة على التضخم والوصول إلى 2% كنسبة التضخم وهو الهدف الذي يسعى إليه الفدرالي الأمريكي بحلول عام 2024 يشار إلى أن خطاب باول يأتي بعد تطورات جيدة في سوق العمل الأمريكي أظهرت أن أكبر اقتصاد ينمو بأسرع من التوقعات فيما قال خبراء اقتصاديون أن مخاطر حضوث ركود اقتصادي تتراجع في أمريكا في ظل محافظة سوق العمل على قوته آخر